صباح النور صباح النور مش هنقول شو سمعنا ببايدتنا عن جال واذا بدنا نكذب نقول ما سمعنا شي في توني انا متل ما ساعدتك وعاد حبيب كنت عارف اكبر كذبة تعرضتلا وسمعتها هلا انا حاب عارف انتي وعاد شو اكبر مقلب او كذبة تعرضتيلا بالاول من الابريل نا بتذكر كتير اكتر شي كنا نحنا وصغار هولي هيك الباسطين انه ينسيت ما بعرف شو او يشبتلك هيك ولكن عم فكر هلا نحنا عم نبلش الفقرة انه كان يمكن الافضل تخليها اليوم او تاريخ اثاني من ايسان لانه يلعب حضر المقلب اليه فترة استاد نيلو ايه تعليم انا عشان هيك عشان المصايب اللي شفتها بالاشياء اللي هنمر عليها خفت صراحة لانه في بعض الحالات التي ذهبت الى الراديكالية القصوى يعني انت افسدت حلقت كمان ريتا عبود بكرا لانه محضرة فقرتين خاصتين عنها عن الاول من اللي سينا ونازم حالي الا ريتا حسنة تخوت علي لا بتكون نايمة بهالوقت بعدها يلا خلينا نشوف صراحة بدت نقو اجمل قصة او اكتر قصة مجنونة نعم صباحا من المشاهدين خدعت او كذبة الاول من نيسان ابريل باتت عرفا عالميا ينتظره الكثيرون الشاعر الانجديزي جيفري توسر الذي عاصر القرن الرابع عشر الميلادي ألف مجموعة قصصية وشعرية سمها حكايات كانتر بري وضمن قصصا تجمع بين الاول من ابريل والاكاذيب الامر الذي وضحوا قدم هذه المناسبة واساسها القصة التي تحولت الى تقليد عالمي يأخذها البعض الى موضع خطر فتتحول الى كارثة واليوم في فقرة حول العالم سنستعرض عددا من كذبة نيسان التي لم تنتهي الى خير والبداية من ولاية كانسلس الامريكية ففي الاول من نيسان عام 2012 قام منسق موسيقى بنشر خبر عبر الراديو ان المياه في الولاية اصبحت ملوثة بمادة دايهايدروجين مونوكسايد بالكامل وبعد اتصالات عديدة بمصلحة المياه من سكان وقاتل المدينة ظهرت الحقيقة فيما بعد وتبين ان القصة لا صحة لها من الاساس والمضحك ان دايهايدروجين مونوكسايد هو الاسم العلمي للمياه وتركيبته H2O في رومانيا اخذت صحيفة اوبينيون الكذبة الى مرحلة مختلفة اذ نشرت مقالا ادعت فيه ان سجناء دبلوماسيون سيخرجون الى الحرية يوم الثاني من نيسان ابريل اجتمعت الحشود والعائلات عند ابوه بالسجون ليكتشف الجميع بعدها ان الامر كان خدعة منذ البداية وان لا صحة للمقال المنشور الثاني بعدها لم تحتمل عاقبة وعواقب كثيرة بس الاولى مصيبة ان تنشر خبرا عبر الراديو في ولاية مثل كانسلس بان المياه كلها اصبحت ملوثة ومن الذكاء انه استعملوا اسم ضي هيدرجم ونوكسايد وقليل ما انا اعطى من اي عام كانت 2012 ها مش كثير من زمان ايضا بتذكر بلبنان قامت احد المحطات اللبنانية بنشر خبار هو عبارة عن كذبة اول نيسان يعني قبل الاعلان عنه تم الكشف على فضيحة صراحة لانه كل المواقع والمحطات التانيين نقلوا الخبر مثل ما هو دون التأكد من صحته وبالتالي طلعوا كلهم مشتركين بكذبة اول نيسان فقط عبر هيك نقل الاخبار بطريقة لا نعم بفتش على السبق نعم بفتش على السبق الصحفي هلا هو يعني مغفورة لالون اذا بس بالاول من ابريل بس انا بالفعل يؤلمني لانه نحن اولاد هذا المجال وكلنا كمان درسنا الاخلاق الاعلامية قبل ما دخلنا موثيق والاخلاق انه الكذب صار قاعدة صحيح باغلب وسائل الاعلام فقط لتأمين سبق صحفي ما بدي حول فقرتك للدراما بس بالفعل هذا مؤلم انه نبلي امجدنا على كذبة ممكن تطالح حقوق الانسان او كرمات الانسان وخصوصيته صحيح في بعض الاحيان كان الكذب ملح الرجال صار الكذب ملح وسكر الاعلام يعني او حلاوة النساء ما فينا نحكي ولا كلمة وعدهان طب ليش ملح الرجال ايه وحلاوة النساء لا لازم نخبع الاعتبار الى المواطنة الامريكية المجنونة سوزان عاصل التي قامت سوزان في الاول من نيسان بالاتصال بشقيقتها وابلغتها بانها اطلقت النار على زوجها عن طريق الخطأ وانها تحتاج مساعدة اخوتها للتخلص من الجثة وسرعان منتشر الخبر بين اخوتها ووصل الى الشرطة المحلية التي قامت بدورها باعتقال سوزان على الفور ولم يطلق صراحها الا عندما تأكدت الشرطة ان الامر كان خدعة منذ البداية الى عام 1980 عندما اعلنت احد القنوات التلفزيونية الامريكية بان بوركان خامدا في ولاية ماسيتشوسس قد انفجر وتم استعمال صور مسجلة للرئيس الامريكي حينها جيمي كارتر كان قد قالها بعد الفجار بوركان في واشنطن في وقت سابق من العام عينه الخبر ترك رعبا كبيرا في قلوب سكان الولاية وانهالت الاتصالات على مراكز الشرطة والانقاذ وعلى الرغم من تقديم اعتذار الا ان منتج الحلقة الاخبارية تم طرده على الفور وغرمت القناة هذا مجنون هذا كلهم هيدول المشاهدات من الاعلام بعدنا نشوفهم لها الايام يعني دايما بكون في هيك تسريب لفيديوهات او تصريحات يستضح ان لها علاقة بحدث اخر صحيح صار عندها نوع من جهاز المناعة ضد الكذب يعني مش تغري بتصدق مش تغري بتصدق انا بتذكر كمانا بتعرف بتذكرها الخبرية وبتذكر انه الريبورتر بوقتها باخر الريبورت رفع يافطة قال ايبريل فول صحيح انه مليح اعترف بالاخر بعد ما اشت معنويات بس تعاقب المنتج يعني بقسوة تم طرده وغرمت القناة بمبلغ كبير جدا انتركت مصيبة اتصالات على مراكز الطوارئ وما الو هناك هناك ما في مزحبه هيك احداث تغرب صحيح لربما مثل انتقولي وعد يعني بلبنان وهذا الانسان يقوله بأسه من كم الكذب الذي اشناه في هذا البلد اصبحت لدينا مناعة من الكذب حيث ببعض الاحيان لا يميز الكذب من الحقيقة فاول من نيسان صار يوما عادي بس يعني مناعة مناخد فيها حذرنا حلو الحذر اكيد اكيد لنستكمل الى ضحية اخرى لخدعة الاول من نيسان حيث وضعت مادة لاسقة شديدة تألقوا عام 2011 على كراسي حمام والمارت في الولايات المتحدة الامريكية ليقع ضحيتها احد الموظفين العاملين في الفرق تطلب الامر نقله الفوري الى المستشفى للعلاج ولفك التصاقه بالكرسي قالت الشرطة بان الفاعل المجهول سيواجه تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية الامر الذي يقود الى عشر سنوات من السجن طاني رأيها مهدومة بس انا ملقيتها مهدومة مصيبة هذا مقلب حتى صنف الاعتداء من الدرجة الثانية مع بعض القتل عشر سنوات من السجن ولكن لحظه وللأسف لحظ المعتر لأكل الضرب انه لم يكشف الفاعل وبقي الفاعل مجهولا قصتنا الاخيرة تأخذنا الى ونائة كاليفونيا الامريكية عام 2011 اثتلقت الشرطة بلاغا مفاده ان ثانوية روسفيلد تتعرض لهجوم ارهابي وان عددا من القنابل تم زرعها في المدرسة ارسلت وحدات للانقاذ الخاصة برفقة مروحية تابعة للشرطة وعديده من سيارات الاطفاء وبعد ساعة ونصف من الحصار والتحري تبين ان الامر خدعة وان رجلا من ولاية فرجينيا ذو سوابق عديدة من الخدع والبلاغات الكاذبة كان هو المسؤول عن الاتصال ليواجه عقوبات وخيمة من الشرطة بعد الحادثة مباشرة تعريف يعني من سخرة الصدف انه المدرسة اسمه تابعة لروسفيلد وهو الرئيس الامريكي روسفيلد معروف عنه انه اصدر مرسوم بيقضي بانه الاول من نيسان ايبرل يكون يوم رسمي بالولايات المتحدة لانه كتير كان يحب المزح والضحك وبيجي عراسي ايضا من الامريكان يلي معروفين بحس النكتة وكانوا كتير يقدروا هنهار ويعملوا مقالب فيه آلفريد هيتشكوك وستيف جوبس صحيح معروف عنه انه كانوا يحبوا المقالب والضحك حتى العالم الكبير الراحل سيفن هوكين كان من اكثر الناس حبا لهذا اليوم من اكثر الناس مزاحا فيه يعني على الرغم من الصعوبات التي كان يواجهها الجسدية الا انه كان محبا للمزاح وكانت قد اقيمت حلقة في برنامج الشهير سيمسون عن سيفن هوكينج وذكرت شيئا عن هذا اليوم اكيد على كل حال عكس الشائع المزاح المهضوم يتطلب الكثير من الذكاء صحيح والذكاء انك تخلي الاخر يضحك بدون ما تؤذيه تماما تبهو مني بكرة شكرا لألك محمد شكرا محمد فاصل ونعود بعدهم بكل صدق وصراحة وشفافية الى صباح النور انتظروا اشتركوا في القناة